مع الأسف تدري كثير بعض بعض القضاءات بعض الكتل السياسية استطاعت أن تخترق المنظومة القضائية منظومة النزاهة غيرها يعني إحنا قبل كم يوم سلمنا قرص قرص للقضاء أحد رجالات النزاهة يستلم رشوة و أحد قادة التحقيق ضابط أو كذا يستلم رشوة و تسجيل موجود عليه إذا المؤتمن المؤتمن خائن كيف تستطيع أن توصل يعني أنا أسألك بالله نجم نجم خليها بس موضوع واحد تتذكر بالدورة البرلمانية السابقة أو اللي قبلها تتذكر أنا تشم موضوع عرضته تتذكر موضوع أحسن موضوع التجريف مع البستان بيت اللامي يعني صور صور أعظام مجلس نواب اليوم ما يقدرون يطببون يعني مو بستان بيت اللامي المختصة بها وبالمناسبة أتمنى هيتطيها يعني فد يعني فد شي نعم أنا أنصح كل النواب والقادة العسكريين والقادة في الحجد الشعبي والمواطنين بعدم الشراء في بستان بيت اللامي اللي ينصدقوني أول قرار قضائي بالهدم أخذناه من بيت اللامي تقصد؟ من بيت اللامي سيادة؟ البستان اليوم رئيس الجمهورية ما العلي اللامي؟ ما البيت ناج اللامي تدري هذا اختصبوه اختصاب؟ تدري اختصبوه اختصاب واللي يساعدهم على اختصاب منه؟ ايه احنا قدمنا دعوة على رئيس الجمهورية وقدمنا دعوة على وزير الدفاع وزير الدفاع باعتبارها هاي الكتلة تابعة إليه والرجل ما إلى دخل خنكون للإنصاف الفوج الرئاسي هناك أنا عندي أدلة هو اللي يدخل المواد على الرغم من رئيس الجمهورية انطل مدير مكتبة وعنده صور وفيديوهات مدير مكتبة وياي شاف التجريف والقضاء شاف التجريف ولحد هاي اللحظة البناء على قدم وساق والاختصاب على قدم وساق بالمناسبة تدري مني يأذن المؤذن كل ذول المختصبين يصلون بالأراضي المختصبة؟ تدري ذول مني يطلعون بالتلفزيون ويسلفون ع الدين أو بالمضايف ويسلفون ع الدين والحقوق المختصبة تقول تقول وكأنما معصومين عصمة مكتسبة بالدين وهم كلهم مشوهين معظمهم أكو بيهم ما يدرون السالفة شين هي اللي يأخذوا هاي الأراضي تدري احنا جبنا قرار قرار نعم للهدم والإزالة نتوسل يعني أنا رحت لوزير الدفاع ما التقيت التقيت أحد الأخوان الموجودين هناك وإن شاء الله نلتقي قريبا جدا تدري رحت لقائد العمليات أمانة بغداد كلها تخاف من هذا المكان ما عرفان بهذا المكان شكو